موسيقى 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 يا الله حدي سفلنا المطر من حروصه مطر مين طاقرة حكو سرعة مين طاقرة حدي سفلنا المطر من حروصه يا الله أهلا يا الله المطر من حروصه مين طاقرة حدي سفلنا المطر من حروصه من الرحمة مين طاقم طاهر راعة رحمة رحمة أيضا كمان مين منتشر منتشر طريق رائع رائع ما شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله صباحكم بكل خير معنا تقرير تقرير أسعد الله صباحكم بكل خير ونحن مقبلون على اليوم الأخير من هذه الدورة التدريبية حول كيف نصنع المليون في هذه الدورة تعلمنا لماذا هذا المليون وهل كل مليون مليون ثم تعلمنا أن هناك فقرات مهمة يجب أن نخطوها لنصل إلى المليون فيجب علينا أن ننشئ فكرة عملاقة تتميز عن باقي الأفكار لكي نصنع المليون تعلمنا أنه يجب أن تكون هناك رؤية متحدة بين أركان صناعة المليون تعلمنا أن هناك أطقياء أثرياء صنعوا الملايين يجب أن نتعامل معهم اليوم سوف نختم هذا اللقاء في إيجاد صورة صغيرة والحديث عن بعض من صنعوا المليون من خلال الأطقياء الأثرياء ثم سنقوم بتجارب أداء تمهيداً للحلقة الختامية التي سيعرض فيها المتسابقون كيف يمكن أن يقدموا مليوناً بعشرة آلاف ريال فقط المهم إيجاد الفكرة المهم أن نخرج من بوتقة فكرة الفقر المهم أن نخرج إلى عالم ونحن سعيدون جداً أننا من أمة الإسلام أمة الإسلام والفقر لا يجتمعان تعالوا معنا نتابع هذه اللحظات الأخيرة ونأمل أن نكون عند حفن ظنكم في كل ما قدمنا في هذه الدورة التدريبياً شاكرين لكم وأسعد الله أوقاتكم وإن شاء الله تكونوا من أصحاب الملايين المجرح 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 في سماع المش المجرح يلا هلا لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير أسعد الله صباحكم مرة في الأخرى كي تكون أنتوا البرد برا في برودة يقين أنتوا ما عندكم حرارة الإيمان ما عندكم حرارة العمل والكفاح والوصول إلى المليون المليون بده نار بده حركة بالتعب ما ممكن الواحد هو قابع يصله المليون كيف الاستعدادات للاختبار يغسبت إن شاء الله حدا بيساوى شيء بموضوع المليون المليون من حروفه حدا ساوى شيء يلا المين مبدأ لقاء صحاب الخبر لقاء مع صحاب الخبر جميل شوفوا الآن الآن كل الأفكار اللي عم نسمعها لح تجمع من خلال الكلمة الملايين فضل يد عاملة والواء وضوح وضوح والنون نمو نمو جميل جميل كمان مين معلومات في الحصول على البليون أحسن بدنا معلومات لام لياقة لياقة الجسم العهد الثاني في جسم ثاني يا سلام يا غيره غيره بسرعة بسرعة معناته مو عايش الحلم مو عايش الحلم نحن مرة تاني لتوصل للمليون لازم تعيشه لازم تعيشه اليوم بتعرشوا شو الفرق بيننا وبين أخونا الواثق المخرج مخرج البرنامج شو الفرق بيننا وبينه نحن عم نشوف البرنامج الآن السادة المشاهدين عم نشوفوا البرنامج هو شايفه بزهنه من أول يوم يعني هو جالس في البيت أنا لحيكون المتدربين هون الكاميرات هون التفاصيل كله موجودة بزهنه بدليل بتروح بتسأله وين نحط الكاميرات هون وين نصور هون وين تبع الطعام هون هذا المنظر في زهنه كاملا إذن عنده حلم عم يسعى لتحقيقه اليوم انتنا شوعب إذا مو موجود بزهنك ما ممكن تسوي شي بدي يكون موجود هذا الفرق بين الإنسان وبين المخرج بين يلي عم يصمم المادة وبين يلي عم يمارس المادة تمام؟ فضل مبادرة لان لبي 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 ليا تكون يافع يافع وثوق وثوق نافع نافع جميل جميل طيب حدثوا عن أشعار بالنسبة للي حكينا مبارح فضل نحن مبارح شو حكينا خمستعشر خمستعشر معون أو سمناهم لصوص المليون لصوص المليون كم مرحلة ثلاث أخونا محمد أول مرحلة المرحلة الأول هي انتخار بالنفاق لها هي مرحلة مين؟ مرحلة المراحقين من مرحلة المراحقين مرحلة المراحقين إلى مرحلة أباق مرحلة الثانية أخونا مرحلة التوازن نعم وهي من مرحلة الزواج إلى مرحلة الشيخوخة شو بدي يكون في عنا هون؟ إنجازات عندنا إنجازات مدروسة إنجازات مدروسة ما في عنا وقت نضيعه لفي مرحلة الزواج نعم ما في وقت نضيعه كمان مرحلة الفضل مرحلة الخوخة إلى الخلود إلى الخلود هون شو لازم نساوي؟ حصاد حصاد وزرع حصاد وزرع عندنا خمسة عشر لا يلا بسرعة اللاءات مين يقلنا الخمس لاءات الأولى؟ خمس لاءات الأولى لا الكسل لا المستحيل لا الفشل لا المصحب لا الداعب أحسنت مين عنده الخمسة الثانيات؟ هون ماشي بدي مشاركة تانية هون؟ وين ألو؟ بدي مشاركة بدي مشاركة هذا كله إلو درجات يلا لا التوقف نعم لا التقريب نعم لا ضياحنا نعم جميل جميل كمان لا للإتكال الأخيرة لا للإتكال لا للزهد لا لضياع الوقت لا لجمود لا لجمود لا لمقارنة مع الآخرين إذن هالخمسة عشر طريقة لللاقات وممكن أنت تضيف من عندك أنت كل مرحلة من المراحل أنت لح تكتشف أنه في شيء لازم تتحدى فيه نفسك لأنه إذا ما بتقول لنفسك لا ما ممكن لأنه النفس تميل إلى إلى الاسترخاء إلى الراحة وما ممكن تبني شيء إلا إذا قمت وعملت وبنيت الهدم سهل الاسترخاء سهل لكن البناء يحتاج إلى قوة يحتاج إلى جهد وتفاعل حدث وإنه أشعار على هذول الكلمات الخمسة عشر واقف على الواقف سيد عطول معه المقرفون تمام فضل رحلة المليون يخضعها للالا ثم لا 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 ولا لا ولا لا لا ولا لا ولا لا لا ولا لا 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 ترضاه لا 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 التوقف لا ولا التكبيد لا لا والأنانية وضياع الأهل لا لا وفي ضياع النفس لا لا التقاعد لا ولا للزهد لا 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 تكل الغير في الخدمات لا لا ولا ولا لا للجمود في ظروف الغير لا 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 تقارب الله ما شاء الله جزاك الله خير الآن هاي طريقة هاي طريقة سلفنا هاي طريقة علمائنا يعني اليوم اللي حبي يسمع يحفظ التجويد لحيشوف يراجع المنظومات اللي تمدد اللغة العربية لحيشوف قديش حجب قديش تعبوا عليها لحتى يعلمونها من خلال تحويلها إلى أشعار إلى أفكار مثل ما أن حرف اللي كان معنا موجود ضعه في البيت علم أولادك علم نفسك دائما نتذكر أنه بلا أنا أصل إلى المجد بلا أصل إلى العلياء بلا أصل إلى المليون طيب نحن نتحدث اليوم بفقرتين نحن نحكي بموضوع الاختبار ونحن نحكي بالأثقياء هل الأثقياء صنعوا المليون هل الأثرياء صنعوا المليون نحن نأخذ نمازج نذكرهم لحتى نتعلم نحن والمتابعين أن التقوى طريق إلى الثراء وليس التقوى طريق إلى الفقر وأن ما يشع أن الإسلام يرتبط الفقر كما يحدث عالميا هذا ينافي حقيقة الدين الذي أتى لسعادة الإنسان ورقيه وثراءه بداية مع الاختبار الاختبار نحن فيه عندنا يوم السبت إن شاء الله سيكون ساعتين على الهواء مباشرة على قناة المجد العامة فخلال الساعتين نحن بدنا نضبط الوقت جدا مشان يكون فرصة للجميع إنه يظهروا على القناة المجد العامة لذلك ضغطنا موضوع الاختبار ليكون فقط في أربع دقائق بناء على شيء فلح يكون عندنا فقط ثلاث أسئلة ثلاث أسئلة لقينا فقرة ماذا تعلمت من الدورة وأبقينا على الفقرات الأساسية اذكر تعريفة للمليون من خلال حروفه الخمسة خلال دقيقة واحدة وهلأ اليوم لحن نعمل هلأ اختبار بموضوع ضبط الوقت عشر درجات درجتين لكل حرف من الحروف يعني بعض بجوز يتقن حرفين ثلاثة أربعة لحيكون الاختبار دقيق جدا والسادة المتابعين ومحبيكم اللي عم يتابعوكم لحيعرفوا بدقة كيف عم يتم توزيع العلامات لحتى يكون فيه انصاف وعدل وشفافية أمام الجميع فكل حرف له درجتين عندنا عشر درجات السؤال الثاني أعرل فكرة مشروعك وسبب تيميزها بخلال دقيقتين في عنا لهذا الموضوع ثلاثين درجة خمسة عشر درجة للفكرة وخمسة عشر درجة للتميز يعني واحد طرح فكرة مشروع لكن الفكرة غير متميزة فبيأخذ خمسة عشر درجة على انه هالفكرة هي فعلا فكرة مشروع قابل للتنفيذ منطقي لكن غير متميزة فنحن بدنا نبحث عن التميز لأنه نحن الغاية من وراء نبحث عن المليون التميز الشيء التقليدي العادي أصلا بعالم التجارة بعالم التجارة أنت لما بتروح بتفتح مخبز وعم تبيع الخبز التقليدي خبز المعروف ما ممكن تربح أصلا هيك أشياء بتكون محددة أسعارا من كبر الدول ومن كبر منظمات فما في ربح أما لما بتجيب أنواع من الكاتويات أنواع من الكيكاتي اللي مو معروفة هاي هون الربح فأنت الأعمال المعروفة حاول دائما تبتعد عنها لحتى ما لا ما تخسر الأرباح أنت بحاجة للأرباح فابحث عن التميز ابحث عن الدوافع الثلاثة للشراء هناك في دوافع تتحث الناس على الشراء على المبادرة يلي هي مكتوبين بكلمة مضى حفظوها دوافع الثلاثة اللي عند الناس كلها حفظوها ما تكتبوها الواحد تتلع حفظوها وكتبها احفظ هنا ثلاث كلمات ثلاث حروف مجموعين بكلمة مضى بكلمة مضى كل مشروع سأقدم عليه يجب أن أتذكر مضى ما الذي يدفع الناس للشراء للتفاعل للعمل الميم المنافسة المنافسة الناس تتحرك من خلال المنافسة اليوم أنتوا جايب في برنامج شعاره الأساسي والمنافسة الناس تشتري بتلاقي خاصة في عالم أزياء في عالم المفروشات هناك تنافس من عنده أجمل من الآخر بالعالم الموبايلات الجوالات التنافس شغلة رهيبة من الدوافع القوية للشراء سيارة أفضل سيارة أجمل سيارة أحلى ولولا هذا التنافس ما صارها البيئة والشراء وإلا كل الناس مثل في بعض الدول اللي نظامها لا زال تقليدي كل الناس سيارة واحدة كل الناس أمي واحدة كل الناس لباس واحد فالتنافس وفي ذلك فليتنافس المتنافسون هو اللي يدعو إلى خلق ابتكارات جديدة وإيجاد فرص عمد جديدة ومنتجات جديدة إذن المنافسة وهذه المنافسة تمثل سبعة بالمئة فقط من دوافع الناس سبعة بالمئة الآن قد يش تتخيلوا التسعين بالمئة لأنه فيه عندنا ثلاثة بالمئة لشيء قليل جدا التسعين بالمئة للضاب للضرورة الناس يحركوها الضرورة اليوم أنا بدي روح يشتري خبز لأنه أنا مضطر فاليوم مين اللي عليه إقبال أكتر شيء المواد الغذائية اللي أنا مضطرة لك أنا مقبع على الدواء فاليوم أنت لما تكون لا صمح الله في حالة حرف في بلد من البلدان أول ما يسعى إليه الإنسان الضرورة بدي مي بدي أكل بدي شراب بدي دواء بيفكر بهذه اللحظة بالكماليات وبالمكياج وبالاكسسوارات لا يفكر فإذن الدافع الأساس لتحرك الناس هو الضرورة الضرورة تسعين بالمية المنافسة تشكل سبعة بالمية ثلاثة بالمية للانتقام بعض الناس يتحرك يعمل يشتري يحاول أن يكسب مال يريد أن ينتقم عنده فكرة في زهنه مثلاحظوا أحيانا في واحد شاب مثلا في بداية عمره بيروح بيخطب فتاة أهله بيقول له أنه ما منعطيك ما معك مال ما معك دراسة فيقبل على الدراسة بدافع قوي هو بدافع انتقام أو يقبل على المال بدافع الانتقام صار معه مشكلة في حياته وفي صغره يريد أن يثبت أنه هو أفضل هو أقوى يريد أن ينتقل هذه النسبة قليلة جدا لكن موجودة في المجتمعات لكن النسبة الكبرى ندعام على الضرورة وسنتحدث لما نحكي عن الإعلام عن أهمية هذا المبدأ في مجال الدعوة الإسلامية لأنه مبدأ هام تكون مضطرة فلن تعمل ولن تنتج واضح؟ فإذن سأبحث عن منافسة عن ضرورة عن انتقام هذا في مجال الأفكار حكينا بمجال الأفكار أنا أرشح طبعا كل واحد يختار المشروع الذي يحبه أنه الآن العالم الإسلامي عالمنا العربي بحاجة للاستثمار في الزات يعني دائماً نحن متعودين نستثمر في المشاريع في الخارج لا 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 اليوم موضوع الحروب والتهجير والإقصاء القصري اللي عم يصير أحياناً في بعض البلدان عم يعلمنا الفكرة اللي حكينا فيها كتير يجب أن تكون الفكرة في رأسك والمهنة في يدك فأنت اليوم عنا الأخوة الأول مصورين لو بأي مكان راح أنا والله أتقل مهنة التصوير أنا ممكن روح أعمل بينما لو معه فلوس بالبنك لو مليارات بحرب بشغلة بقضية يصبح بلا نقود فعائلة أنا والله معتمد على أبي معتمد على أمي معتمد على إخوتي طيب بظرف من الظروف أنت تبقى وحيد إذن أنت أنت يجب أن تتحول إلى مليون أنت أنت مليون أنت مليون أنت مليون كيف في عندي مهنة في عندي فكرة براسي وفي عندي مهنة في يدي أنا نجار أنا حداد أنا طابع كمبيوتر أنا مدرس لغة إنجليزية أنا ستجد أن المهنة اللي موجودة في معك والمهارة المستمرة هي اللي لحط طعمك والطعم يولادك والطعم عيلتك وتبني لك أسرة جديدة واضح؟ فاسعوا إلى الاستثمار أحد الأفكار طرحناها لماذا لا تنفق العشرة آلاف ريال على دورات فأنا لو دفعت العشرة آلاف لدراسة الإخراج التلفزيوني أنا بروح بصير بتوظف في أي شركة بصير بصير أنا صاحب شركة أنا أعلم ما هو هذا المشروع وأنفقت عليه تعلم اللغة الإنجليزية تعلم اللغات الثانية أنت بمكان ما بيحكوا غير كل الناس تحكي اللي يحفوا ياباني تعلم ياباني ستصبح أنت المرجع الوحيد للترجمة لهذا الموضوع فورا بتأخذ فلوس وهي فورا هاي ماذا حاجة لا لمكتب ولا لمحل ولا لتكاليف الإنتاج مثل ما نبدأني أخونا محمد موضوع تكاليف الإنتاج أو تكاليف التأسيس فأنت في مشاريع فأنت قادر تعمل بمهلة مصر تعلم الطبخ تعلم الحياة فاليوم نريد من خلال هذا المشروع تقوية أن تصنع من نفسك مليون متنقل واضحة ولا تنفيذ طريقة التنفيذ للمشروع اللي تحكينا دراسة المشروع ماليا دراسة المشروع واقعيا والتفاعل الشخصي مع المشروع 20 أو 20 لا لا 20 هي 20 درجة 60 درجة لحي توزعه عنا هون 60 هون 30 هون 10 درجات عنا العشرين درجة لدراسة المشروع ماليا وعنا عشرين درجة لدراسة المشروع واقعيا يعني في واحد يقول لك إيه إذا أنا حطيت عشرة ألاف في كذا ممكن يروحوا كذا بس واقعيا هذا ما ممكن يصير أنا أنا بدي بدي إدرس دراسة النجوم والكواكل هذا إذا استثمرنا ممكن يساوي شيء طيب واقعيا أنت عندك مراصد أنت عم تشغل مراصد يعني يذكر مرة واحد درس في أحد بلدان الخليج درس في أمريكا صناعة الغابات فالمشرف عليه قال له أنت عم تدرس دراسة صناعة الغابات أنتو عندكم بالأصل غابات يعني البلاد ما فيها غابات هذا ممكن تدرسه إذا كنت تنفذ عملك في أفريقيا في بلد فيها غابات فأنت درس المشروع أولا ماليا صح واقعيا صح وهذا اللي حكينا به هذا يعتمد على أنه هل هذا المشروع يمكن أنتطبق واقعيا أنا بدي إدرس مهني هل قابلة أنه أنا مقبول أني إدرس هذه الدورات أو تعلم هذا العمل أو افتح هذا المشروع الثلاثة واللي بيهمني جدا التفاعل الشخصي مع المشروع لحيكون في عليها عشرين درجة أنت عايش الموضوع وهذا أثناء الاختبار لحنا نلمسوا لحي نلمسوا سادة المتابعين والمحبين والمشاهدين أنه أنت فعلا نعايش بالمشروع أنت بتحب هذا الموضوع لما ما بتحبه أو أنت فقط فقط أنه هذا مصدر مال وهي للأسف نشوفها بالموظفين أحيانا أنت تتقدم إلى وظيفة فقط لأنه راتب عالي بس أنت ما بتحبه مو عايش فبتلا يعمل يشتغل بس ما ممكن يعمل إنتاج ما ممكن يتقدم لأنه لا يحب ما يعمل وقديما قيل قيمته المرء فيما يحسنه أنت شو اللي بتلاقيه سكري أنا منشد أنا حائف أنا كمبيوتر أنا هندسة أنا صوتيات أنا كاميرامان الشيء اللي أنت بتلاقي حالك بارع فيه اعمل به أما أنا أطلب تعرف النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الصحابي وطلب الإمارة قال لا إنها أمانة وإنك ضعيف لا تأمرنا على اثنين ولا تولينا مال يتيم فقضية مولاني أنا طلبت أنه فيه فرصة شاغرة واليوم للأسف مشكلة من مشكلات العالم برمته أن الرجل المناسب ليس في المكان المناسب الرجل المناسب ليس في المكان المناسب أما لو إنسان اشتغل باختصاصه ببراعته بالأمس كان فيه تكريم للشخص اللي اختشف الثقوب السوداء في الكون ستيف هوبينز هذا الرجل يعني كان في آخر عمره شبه مشلول حتى عرضوا عليه أن ينهو حياته بشكل يعني طواعية أنه حرام أنت عبد التعذب مع ذلك أصر وقدم للعالم نظريات علمية في مجال الفلك هو شبه مشلول شلل تام فإن تشوف ماذا تحب ماذا تتمنى اليوم لو أسامة بالزيد ما كان يعشق القيادة وعنده صفات وقادة النبي عليه الصلاة ما يحط تقع الجيش فلعنه يتقن هذا الأمر لخالد أعطيك أعنة الخيل ما سلمه قيادة الأموال ولا قيادة شئتاني كل شخص له وإن شاء الله في دورات القادمة سنتعلم كيف تتعرف إلى نفسك وإلى الآخرين واضح إذن لح تشوف تفاعلك الشخصي أديش أنت يتعشق هذا الموضوع ولح يكون عليه عشرين درجة أسئلة السؤال الثاني يمكن درجتين كافية لكن بعد الثالث لو تمديدها شوية في الدقائق ستين درجة هات ستين درجة المشكلة المشكلة أنه أنتم عشرين متدرد ونحن عندنا فقط ساعتين على الهواء يعني عندنا مئة وعشرين دقيقة وفي عندنا تعليق على كل متسابق فأخشى أنه المدد دلوقت أم آخر عشرة ما يطلعوا على الهواء ما 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 يطلعوا على الهواء سؤال لأولا الدكتور ما يحتاج عني لجيبي كامل طي هلأ هو أنت إلك أنا بالنسبة إلي 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 أربع دقائق أنا إذا تساوي العمر بأربع دقائق هذا أفضل شيء أنت استغل يعني التعريف للمليون إذا تساوي بنصف دقيقة ممتاز سيتم النقاش بالمشاريع تحت الهواء لاحقا لا مباشرة أمام الناس كل كل التقديم ستقف وتعيد أربع دقائق لا لا أحسن أربع دقائق هلأ هون خمسة أخي المخرج وما نتزاوي أربع دقائق مشان نستفيد بالبقاء هلأ إذا اضطرينا وصلنا للخمسة لكن نكون في مرحلة خطر في مرحلة خطر لأنه نحن عنا 120 دقيقة فنحن أنت ضبوط نفسك من أربع دقائق حتى نعطي فرصة يعني العمل يكون جاهز أنت بدأ عامل تجارب أنت بدأ تكون قاعد عامل تجارب وقاعد معير بسكنك قاعد عن تتدرب أنه أنا خلال أربع دقائق قدمت أعرض أمام بعض الناس غير المتتربين حتى ما يردوا أفكارها حاول تشوف حدا تعرض تعير وقت قف أمام المرآة شوف حالك مقنع غير مقنع الآن فرصة بين يديك أنا أستطيع أن أقين لكن أنت بيدك مفتاح نجاحك أو عدم نجاحك اليوم العالم عالم اختصار اليوم فأنت كلما كنت عايش الحلم لح تحكي يعني أنا بصراحة أتمنى أنه أنت تقدم شيء لأنت تحلم في طيل حياتك مو هل عم تخترع في شيء أحلام أنت مستحيل عايق ماشي بدون هدف أو بدون رأي أو أنا أطمح الأصل الشيء هذا تحطوه في الفعل هذا ورجينا يا مبلغ ما نحن يعني الغاية كلها أنت استثمر في نفسك أنت اليوم ونشي طيب أنت ماذا تحتاج لتنشئ فرقة أو تكون إلا كيف أنت تحتاج إلى بعض الدعاية إلى بعض أوراق الدعاية إلى بعض الدخول على الموقع الإنترنت إلى فتح حساب فيسبوك أو تويتر وتعمل دعاية لنفسها تشكل مجموعة ربما بعض الأدوات وانطلقت وصرت أنت صاحب بدنا نطلع من أنه تقيد أنا بمكان بمحل بشركة بدنا نطلع من الوظيفة الآن كل البرامج عم تتعلم كيف يصير عنده وظيفة أو يكون عنده محلات نحن لا مختلفين الآن نحن نستثمر في الإنسان أنت نفسك أنت بنفسك مطلوب لأنحاء العالم للخبرة عندك أنت عندك موغف يبدأ تعرض للآخرين هاي الموغف ستجلب لك المال فأنت طور من مهاراتك اليوم لتكون في أي بلد في العالم والله أنا الوحيد اللغة الآرامية القديمة أو السكرارتيكية أو اليابانيين وانت قاعد بأي بلد تقول هذا الوحيد خبير بهذا الموضوع سيجيبوك من آخر الثمي فضل أنت تحكي على 10.000 ريال يعني أنا كأردني أقصر على 5.000 دينار أنا 1.000 دينار يعني هم أطلع هايك لف لف بيخلص معين مش مبلذ علي العين هاي نقطة أولا أنا وقيفي الأردن فليوم الالفين دينار بيعملوا خمس دورات أو ست دورات فأدي أنا استثمرت من نفسك في دورات ما رح يوصلني للمليون أنا بس أنت وجهدك أنت ونشاطك اليوم وشاركتك في هذا البرنامج أنت العلم تكون من الفائزين ده رقم كبير جدا وهي مشاركة لمدة أيام إذا عندك موهل إذا ما عندك موهل بيلا تحصل على شيء اليوم اللي بيدخل صفاق فجأة شوفوا الرياضيين حكينا أنه اللي بيشتغلوا به بمجال الرياضة ديش عم بي بدعو عم يدخل ملاكم مغمور مصارع مغمور لعب تنس مغمور عم يدخل بطولة هل بطولة مدة أسبوع أو عشرة أيام أول منافس ثاني منافس ثالث منافس صار رقم واحد في العالم صار رقم واحد في العالم وصار مليارات فجأة من زيرو إلى مليارات فالقضية أنا ماذا أملك أنا أنا من جاتي بس فعلا عندي موهل بيلا ملاق اليوم أنا أعمل يكون فيه مصابقة والله على مستوى الرياضة مكاسرة أو شيء واطل على الأول صرت رقم واحد فرجعت لمنافسي أعلى وهكذا مصابقات حفظ القرآن الكريم الآن شباب غير معروفين في العالم الإسلامي على الإطلاق تلاقي عشر سنوات عشر سنوات هذا لا عنده محل ولا عنده متجر ولا شيء ذاكرة قوية صوت جميل فعم يصير بالمقعد الأول وأمام الرؤساء ويكرم من قبل الناس في الأرض وفي السماء وخلال خمس دقاء عم يحصل على مليون وثلاثة وأربعة وعشر من الملايين رياله هو عمره وخمسة عشر سنين أنا حضرت أكثر من عشرين وصابقة القرآن الكريم مهار أدقل هذه المهارة عنده مهارة الحفظ عنده مهارة النطب فما بالك إذا واحد عنده قدر على الترجمة أنا بحكي بالطاع المسابقين يحكي القرآن بالعربي وبالإنجليزي فقادر على التفسير فأنت في مهارات في مهارات بس بدنا نطلع من كل مشكلة لها حل واضح؟ طالما تستقف عند المشكلة فقعد من الآن من الآن ترك هذا العمل وخليك موظف يعني أسلم عقلك لغيرك خليك تبع خليك تبع هذا موجود في العالم وأننا نحنا 93% من الناس متشابهين أو 90% والعشر بالنية أو 7% فاروقيين فأنتي حابب تكون من التبع خليك موجود وهذا موجود مطلوب الناس مسخرين لبعضهم ببعض لكن في ناس قادة في ناس هو بدأ أسس المشروع الآن مسمع بإسماء الشركات العملاقة الشركات العملاقة قامت على فكرة شخص هل ما عنده منصفين عنده بس كل الرضو أن يكونوا تبعاً كل الرضو أن يكونوا تبعاً بيل سكروا أنه بيل كيتز كان مجموعة مع فريق العمل تبعه في مطعم على غداء فإجا صاحب يعني القرسون عم يطلوب عميل لهم شو تحبوا تعقلوا فهذا قال له أنا أريد لحم مين متسخ بديان موصخ يعني وبديانين قال له شو تطلبوا فالكل طلب نصل الطلب فقال له نعتبروا حالكم مرصولين لأنه قال له هل لا إذا أنتوا قاعدين بأكبر شركة عملاقة وإنتوا مقلدين أنا ارتكبت خطأ أنتوا بتكرروا خطأ بس لأنه مقلد بس لأنه هو المدير أنت ما عندك شيء ما عندك وإتي لك الحرية تختار أنت شغك فأنت فكر من الآن أنا أبحث عن تميز لما لا نحن بهذا البرنامج لا نكرر هذا البرنامج وليس للتكرار وإن الكتب مليئة ونشرات كتير الآن نبحث عن استثمار في الإنسان أنت شو عندك مواهر طلعا بده يتعلم شباب العالم الإسلامي كله أنت مليون أنت مليون سمعانين رجل بألف لما طلب سيدنا عمر الدعم لما طلب منه الدعم أرسل له أربعة ترجال قال كل واحد منهم بألف كل واحد بألف طلب أنت ما تصير ألف بفكرك بعطاءك بإنتاجك بتقياتك هذا اللي نبحث عن أنت عندك فكرة عندك تساوي شي ما لاح تساوي شي ستبقى تبع ستبقى موظف وهذا موجود هذا موجود واضح سؤال ثاني كنت بسأل عنه هل في إمكانين لو عربت فكرة نشر ممكن تكون أكثر من العشرة لأن أنا بخسر على ذاتي بس حجنيها بعدين نحن الآن نطلق هذون الآن بالعشرة آلاف أنا هذون أستثمرهم خلال سنة أنا مجرد العشرة آلاف أنا لحرشعها خلال سنة يعني أنا قمت بدورات تدريبية تعلمت بعض المهارات ساويت دورات تدريبية كان العائد خلال ستة شهر أنا طلعت في شي دفعت ستة أشهر ما استنيت سنة فنحن عم نقول خلال سنة العشرة آلاف ما ممكن يرجعوا معشر ألف خمس سنة أقل حد لازم يرجعوا لازم يرجعوا هون ما في خسارة هون ما في خسارة أنا استثمر في ذاتها ما في خسارة أنا اتعلمت نص علم ممكن بعدين تكمل هل في واحد يستثمر في مثل أخونا سواها قصيدة شعالية بكرا بتنزل على تويتر وعلى كذب بتابعه الشاعر جولاني قادر بتصل فيه شركات فيه عنا مجموعة أخلاقيات بدأ تسوينا عليها إشعار بكرا بيارتوها بدرسوها للأولاد تعاصير عنا عضو في إنشاء المهان مناهج شايفين شلون تكمل بصص تتذكروا مثال أخونا ناصر وراضي موضوع الصدقة شلون الألف والألف شلون هاي صارت بليارات فكر كيف تستثمر وقتها كيف تستثمر جهدا هذا العمل اللي بدي تساويه أنا إذا كان أخذ فيه أربع ساعات بجوز نفس العمل تساويه ساعتين اليوم في عنا بيعلم الاقتصاد شيء اسمه الهندسة القيمية يجتمع مدرات الفروع تبع الشركة في اجتماع في نهاية العام ثم يعاد تقييم كل ما صنعناه نحن صحيح ربحنا اليوم 20% هل كان من الممكن أنه ربح 30% طيب حققنا اعملنا مصريف بنسبة 20% هل ممكن نساويهم 10% هل إذا ضاعفنا الدعاية والإعنام بزير كذا هل إذا خفضنا بزير كذا هذا إعادة تقييم للمشروع اللي انت عم تساوي انت لقيت حالك فتت بدورات في مجال رياضة لا والله أنا لو دخلت بمجال كونتوتر أفضل أنا لو دخلت مجال للإنشاء أفضل فبعيد تقييم باستفيد واضح فهذا كل ياته لحي نتبين بشخصيتك اسلام تأدية الاختبار واضح أي سئلة ثانية قبل ما ننتقل الفقر طبعا العشر تراف ريال في الأربعة دقائق حتى لو حامل مش هادة لقسمهم كاملين يعني يقول مثلا لإيجار مكان 3000 ومش عارب إيه هذا الفقص المتاح الوحيدة عندنا أي مشكلة انت تلاقي لحل أو تتزر قولوا والله أنا لا أقصد فيها ثلاث هذا المشكلة بدأك الحل ما في يعني اليوم العالم لا يمتزر العالم لا يمتزر يعني تشوفوا في برامج تطلع شيء اسم الكوارث لاحظ يشتغلوا بالكوارث ما حدو حل من يومين شفت مبطع وطيار هو عم يطير راح شناح فما في مجال أصلا ينتصر وشو ساوي شو عمل دلنا عم يفر يبدأ لعم يساوي لحتى ونزل بالطيارة بسلامهما فوهو انتصر وما معي وقت ما خلص فأنتي بدأت عود نفسك على نوع جزبي وقت نحن مشكلتنا للأسف يعني بعض العادات اللي عنا أم مستلخية أم عقالية يعني مو الكلب مو الكلب بس يعني نعتبت على الموضوع يعني اللي ما بيصير اليوم بيصير وقال صحيح العالم لا ينتظر فالجيل وضوع الفالجيل هذا ما في مجاله فأنتي كل يوم إذا كنت مستعد لاحظوا من أبرع المعاني في هذا الدين أن الله غيب عنا لحظة الموت صحيح الموت يعني حساب تخيل أنت لو طالب أنت عم تدرس في المدرسة وقال الأستاذ في المدرسة أو وزارة التعليم طلعت قرار ستبدأون العام الدراسي لكن الاختبار ليس له وقت محدد يمكن أن يكون في أي لحصة هل يؤجل أي طالب دراسة أي كلمة كل يوم لأنه محتمد الصبح هو فيه الآن اختبار النهائي الآن الموت نفس الشيء صح أنت يجب أن تكون مستعد تماما الآن تعامل مع هذه الميزة هذا العضاء الإلهي علمك سب أنه أنت كن مستعدا في أي لحظة فأنت الآن قلت مني أنا جاهز بالأمس كنا مع بعض الإخوة الإعلاميين أنه كثير قنوات صوائية موجودة تحتاج إلى برامج أنت هل عندك برامج جاهز لما تقول لهم انتظروا لساوي لأعمل لقدم لا واحد قال لك أنا عفوا أنا الآن أبحث عن مهندس مبدع لمجال إنشاءات وعندي بعض القضاء تبعد لي واحد فورا مع تذكرة مع عقد مع كل شيء والله إذا بتنتظر بس لدرب حالي شوي لأقرأ الورقة اللي كنت عم بقرة فيها ما تنتظر صح أنت جاهز فورا أنت مستعد فورا لذلك ابحثوا عن أحلامكم التي كنتم تعيشون عليكم دكتور أسهل فضل لو كان العشرة ألاف أنا لدي واحد يعطيني حلول واحد يعطيني هيكة إشراقة أنه نحن جاهزين نحن مستعدين ما نسمع أنا جاهز بكتائج دكتور أنا لدي أنا مشكلة مشروع أو ميزة مشروع اللي عندي جاهز طبعا أنا الآن لو تبي سمعونا فضل الآن أنا مشروعي جاهز لكن ميزة أو مشكلة أنه العشرة ألاف هذه فائضة يعني بكثير عندنا ممكن سفر سفر رشش على الشباب يعني لازمه إذا واحد مشروع مع عش ياخدونه ألفين صحيح يعني مشروع دكتور بس 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 يكمل بس يعني هل هذه تعتبر استنقص في المشروع لا 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 نحن نتمنى بس نحن ليش هلطيني لعشرة ألاف أنه أنت كطالب كطالب جامعة كطالب مصرور ممكن أن توفر هذا المبلغ ليس بالأمر الصعب ممكن أن نتوفره أما لما نكبر رقم معدين عود حالك من البداية من المالك أنت لما بتجاوز الرقم رقم مرمز لما تجاوز الرقم أنت بدأ تدخل شريك دخل شريك مع هذا قاسم الأرباح معنات قرارك أهم من قضية المال القرار صار مجزة ما تشتغل لحالك لأن القاعدة في التجارة الشريك معلم الشريك هو رب عمل يعني أنت صح ولا أنا شريك أنا حر لا أنت محر لأن شريكك هو أيضا مدير عليك سيراقدت صرفاتك بجلس ستراقدت صرفاتك عود حالك انطلق لحالك فأنا ولو بدي بلش بداية صغيرة هلأ حسن طوير ما أقول لك الأمر وقف هون وانتهى أنت تطور أبدأ لكن انطلاقها اليوم شباب العالم كلياته اليوم المشروع في العالم بند الفقراء يلي هو يعطي القروض الصغيرة صحيح لكن في ناس استفادوا من القروض في ناس ما استفادوا لأن غابة عنهم الاستثمار في الإنسان غابة عنهم إجاه هذا المبلغ ما استثمر نفسه تماما خدوا مثالك حج الأنسان اللي بيطلع الحج دفع تكاليف ومصاريف ورجع قديش بيكون خسران إذا رجع غير مكفور له طب غير مكفور له بناء على شو فقط لأنه مشي بالمناسك لما من جوه طهر مرسو هو بدي يرجع طاهر إذا رجع طاهر رجعك أمه ولدته أمه طب إذا رجع نفس الزنوب ونفس الآسام وما غسل شي ولا استغفر ولا ساوي شي لا استغفر إذا راح تكلف تنظيف النفس والعودة فيها إلى إلى صفاء ما استفادش فخسر المشروع واضح؟ بالنسبة للمشروع بدي خيرك في ناس معهم تشارك أبدا تعالية مشروع جاهز أكون محمى مشاريع جاهزة حمي بالنسبة للمشروع أنصراح تقريبا صار متكون عند الفكرة حوالي 50% إلى 60% ومساعد أضاء على الموضوع أنه المبلغ ممكن أحيانا تكون بحاجة لنص أو ربع أو جزء منه تخلي البيئ ستاند باي على جنب أنت خر نحن لحد الأعلى عشر نعم أمر آخر ممكن يكون المشروع هو قائم يعني هو المشروع على قاتل أحسن أحسن أنا بأجعل لكم أنا بتمنى أسمع منكم مشاريع أنتم عايشين يعني أنا عايش الحلم أنا الآن بيطور كذا أنا ينقصني شيء لحقق شيء أعلى أعملها مفجأة ممكن يكون مشروع على قاتل منذر كنت كنت أخبرك أنه في أحد الصحفيين هو شغل تبيع أرقام ياسف هاي أنت أنت طرح أمام الناس كله ماذا يمكن أن تفكر لأن الناس لح تستفاد من أفكاركم الأفكار لح تولد أفكار تعرفوا مبدأ العصف الزهني لأنه تولد مجموعة أفكار فلعن الآخرين يستفيدوا منك ولأن ينفع الله بك ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا ومن سنة سنة حسنة فأنت لعلك تطرح فكرة الناس الآخرين يستفيدوا منك ولا تخاف من مشاريع بعض الناس تطرح مشروع تاخد فكرته المشروع ليس بالفكرة تبعه بالمنفس الفكرة كما يقول الأفكار على قارعة الطريق الأفكار مليئة كتير موجودة كتير لكن وين هو هذا اللي متحمس إلى من هو اللي بدي يشتغل فيها عشرات الأفكار اللي موجودة فيك كتير على الأفكار للمشاريع كيف تخطط للمشروع أفكار للمشاريع صغيرة لكن وين هو هذا اللي عنده الحماس ليقوم يشتغل ليتحرك تعرفوا قصة ذي القرين وصل لقوم مشكلتهم مشكلة تكسر عندهم مال أنه قمنا سد على أن نجعل لك خرجة نحن بنعطيك مال بس أنت تعسى عدم عملنا سد طب قلتوا فيه شو عم تساوي واصلي لمرحلة من الكسر لذاب أنه ننفخه يعني واصلي شعب واصل لمرحلة ما بني سأو شي قاله لك بس ننفخه لك بس ننفخه ننفخ بس بشأن ننشعر النار معنات قديش شعب كاسلام خذ هاي مصاري بس أنت ساوينا أنت عمل لنا أنت ساوي هذا الشعب لا يريد أن يعمل فأنت بدك تشوف أنت وين أنا اللي بدك يكون عندي المعيار الأساسي أنت قديش بدي شوفك شخصيتها قديش موجودة مثل بالأبحاث الجامعية لما بيناقشوا رسائل الدكتوراه أول كلمة بيقوله المراقب بيقوله المناقش أين شخصية الباحث أنت بس جامع لي ناقل لي وقال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان أنت أديش موجود بهذا البحث ما بأضفت فأنت أديش بهذا المشروع وانت ستشهر الآن هذه القناعة بتحلك مجال تكون رقم واحد في العالم والله هذا الرجل عنده هالأفكار العملاقة جيبوا تصلوا فيه نعرض عليه أكثر عندك فرصة هائلة والآن ستسأل يوم القيامة عن هذه الفرصة أنا الآن عم بحكي بدافع شخصي ستسألون يوم القيامة عن هذه الفرصة الرائعة قدمنا لك فرصة منتهر أعرض نفسك عشرات المشاهدين ملايين المشاهدين عم تابعوك لعل الإنسان يأخذ بفكرتك وينطلق معك إلى الآفاق البعيدة واضح؟ هذا عنده آخر شيء تساؤل؟ أنا بدي أعمل تجربة فقط على ضبط الوقت نختار بس بعض الأخوين وبدنا نحكي نختم برنامجنا اليوم بإذن الله عز وجل عن أطقياء الثرياء نحكي شوي عن قادتنا العظام عن أطقياء هذه الأمة كيف صنعوا الأموال ليكونوا قدوتنا لأنه قدوتنا نحن أن المسلم هو بارع في كل شيء بالأعالي المسلم بارع في الأعالي أنا المبقول الأنبياء قدوة قدوة في كل خير مو قدوة في الشر فأنا لما أقول بمجال المال كانوا في العطاء في الكرم في اليد العليا أما ما عندي مثال على اليد السفلة اليد الآخذة هذا مو مثال شخص يلي بيأخذ هذا مو قدوتي قدوتي يلي يعطي قدوتي الذي يزكي مو اللي يزكى عليه أنا طموحي في الزكاء أنا أزكي مو أزكى عليه مو طموحنا والله أنا والله الحمد لله في نظام الزكاة هلأ بجيني لا أنت تسعى لأن تكون أنت المزكي مو المزكى عليه واضح؟ إن شاء الله نشوف لكن بنا نعمل اختبار على موضوع الوقت بتعملوا تجارب وإنتوا رجعوا عملوا تجارب كثيرة جدا في موضوع الوقت عملنا تجربة ضبط الساعة أنه أنت عير ساعة أنتوا كلكم جوالاتكم في مؤقت رقمي مؤقت رقمي أنت بتحط المؤقت وبتشوف أنت حط الجوال سكر غطي غطي الجوال وشغل المؤقت وبعد أنت نشوف حالك أنت عيرت 30 ثانية فوراً اللي بالجوال شوف صاروا 30 ثانية واضح؟ لاقي زميل يعبد لك عشرات الحلول عشرات الحلول المهم ضبوط تعلم فعالتهم من أحاً نساليب ضبط المؤقت كون القاعة بلاط ممكن تساعد وفيها نوع من المرح لها يطلع نختار يعني بس أربع خمسة ما من أكتر مشان باية الأخوة الطريقة كالآتي لحيوقف ويشعل الكبريت ويتحدث عن المليون بحروفه الخمسة بالوجهة تنظره بدنا نشوف قديش ممكن يظل عم يحكي والكبريت شكرا في واحد اللي حينطفوا معه بسرعة في واحد اللي حينخليص واضح خلينا نبدأ واضح ده بتحكي تروفه خنشوف قديش بتحسن تاخد وقت أطول وانتي عم تركز على موضوع الكبريت معك طيب ملاحظة ليش معنا طيب فضل وقف هون بسرعة يلا تكلم عنه ما بتوقيت مجرد ما وقفت سقط الكبريت وسقط أو إذا انطفيت هاي أرفع عادي ونزل شو ما بدك ساوي هاي الخيار إليك الآن واحد ثلاثة سرعة ما في مبادرين ما يعني أنا ما بدي أفرض حدا بس بدي تكون عندكم روح المبادرة يلا يلا بديها بديها ثاني يلا يلا بسم الله بسم الله بسم الله رحيم بسم الله رحيم بسم الله بسم الله عادي شباب نحن نتكلم عن كلمة المليون أول حرف عندنا هو حرف الميم مستقبل جديد يعني لماذا مستقبل جديد؟ أنك تفتح حياة جديدة تغير نمط حياتك من جديد حرف اللام ليه لا بسم الله العود ممتاحة بسرعة بسرعة سرعة العود شكرا العود اللي خلصت بسرعة لا تاتا عندي 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 خلي اسميك لا خلي اسميكي طيب تكون يلا اديها لا لا ممعكول كل هالبراعة هاي والله يا أخي سوف أقوله والله شي رائع جدا يلا تضع دكتور غولة عندي موكي؟ يلا دكتور والله ما عرف توتني بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب مليون مغامر أحلام لموع الاختفاء يا يد عاملة واو واو وعيد للهدف نون ايش نون نبو سوف أقوله سوف أقوله هلأ لاحظوا أن أستغيل الوقت فورا بطرح الخمس حروف يعني طرحت الخمس حروف كلها بينما البعض مثلا الساعته عم يشرح أنت أقول الخمس حروف يلا 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 باقي الأخ شقير و بواحد بس لأنه ما عرف معنا وقت سير يلا 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 بأن تكون نبيلا في أفكارك وأفعالك و كل شيء الأمر الثاني المليون يمكن أن تقاص بكل الطرق كل واحد منهم مليون و قدامني أنا حوالي 22 مليون حياكم الله مات 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 لسا تمان أيضا معه زيالة في رأس شغالة 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 أن تكون مبادرا يكون لديك لطف في اللام الياء أن تكون يسيرا بتعاملك الواو أن تكون واعيا وأيضا تستخدم الوسائل الصحيحة النون أن تكون نبيها و كل هذه الأمور سوف تجعلك إن شاء الله صاحب مليون استثمر بنفسك و وفقكم الله لما يحب ويرضى خليك خليك أولا مع الواد بسكة من هنا بسكة بالإيد الثاني من هنا شوف كدهش ممكن طبعا الجميع يستثمر بذاته يستثمر بأفكاره يستثمر بجميع الأفكار التي تعلمها في هذا الكورس لحظة شايفين فكر بالمقلوب؟ شو ساويت؟ شايفين فكر بالمقلوب؟ قديش عططني مساحة؟ واضح؟ ما فكرنا فيها هيك بس هذا اللي بتمنى أنه دائماً هناك حلول احترقت كلها بالكامل هذا يعني أنا استنفذت رأس البال بكل ما أريد جريئاً بدها جرأة لأنه هذا الطرف بارد تماماً خضلوا شكراً حدا بيحب يجرد؟ علي آخر واحد هذه ذكرى إلكتور أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً يلا يمفدئ يلا لا حدا يجرد في البيت إذا ما كانت الأرض بلاغة أو هيك تفرقون هاي يقولنا البلنة بعدين يولي على البيت علي تقدم شوي يلا باسم الله السلامة طيب تجربة ثانية تجربة ثانية مرحب يجب مرحب 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 الأحزر المحبطين الميم أن يكون مجتهد لك ثلاثة اللام أن يكون لبيباً لغبياً اليا أن يكون يسير التعامل الواو أن يكون واقعياً حالماً والنون أن يكون نقياً لاحسنة وبرك الله فيكم وسألا الله يتحب نبيكم وأنا أرى أمامي ما شاء الله بسرعة شديدة اللي هون لهون ولي هون لهون سرعة بسرعة بسرعة سرعة بدل المواقع بدل المواقع بدل المواقع مجاورة سعيدة يا صاح أسرع 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 يلا واحد بوشد بوشد سمعنا بيت واحد بيت واحد بصوت جميل وما أنا قوق بين الصبح عيسى بموا وحملوها وسارت في الدجال إبين يا بيت بأول لام يا بنفس المقام يا بيت بأول لام أو تبدأ بالنام أو على نفس المقام لما بدا يتثنى لما بدا يتثنى يا بيت بأول لام أو على نفس المقام الموضوع ربما تعرفون جزء منه لكن أنا أريد أن تكون الصورة واضحة فأريد عقول متفتحة جدا أريد الآن عقول متفتحة التصور العام عند بعض الناس عبر الزمن أن الإنسان التقي من تعريفات الإنسان التقي في أذهال الناس هو الإنسان الذي يزهد في الدنيا لا يملك بالمال الدنيا شيء لا يتمتع لا يملك لا يحكم ليس عنده شيء وكثيرا ما نسمع ببعض قصائد بعض الطوائل أن السعادة كل السعادة عندما يدخلوا إلى الدنيا فقيرا ويخرجوا منها فقيرا فقراء دخلوا إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا وكأن السعادة كل السعادة في فقراء إلى الدنيا وكما دخلوا منها خرجوا هذا المعنى هذا المعنى هل هذا المعنى مراد الله عز وجل من الناس؟ يعني اليوم أنا كنت في جهد إذا الدين لا يحولني إلى أعلم ماذا استفيد من الدين؟ يساعدون هزينة الحياة للدنيا إذن أنا عندما أقول أنني مؤمن بالله عز وجل فالله عز وجل يكرمني بغناء لأنه هو الغني يعلمني الكرم لأنه هو الكريم يعلمني العطاء لأنه هو المعطي فأنا أتعلم من الله عز وجل وأتعلم من شرائع الله عز وجل ومن دين الله عز وجل أنني أكون جوادا كريما كما كان النبي عليه الصلاة والسلام وصفه الصحابة كما ورد في صحيح البخاري كان جواداً كالريح المرسلة وهذا أعلى وصف في الكرم يعني لا يوجد وصف تصفي إنسان بالسخاء والكرم أكثر من أنهم كالريح الآن التساؤل الكبير من أين يأتي النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المال اليوم إذا بنتيقول أنه كان النبي جواداً كالريح المرسلة طيب ما هي مصادر الأموال؟ نحن تعلمنا أن كل إنسان يسأل عن في سؤال الثالث عن إيش؟ عن ماله طيب اليوم أنا عندي انفاق أنا يجب أن أسأل من أين مصادر هذا المال؟ صحيح؟ طيب اليوم لما أقول النبي عليه الصلاة والسلام كان جواداً كالريح المرسلة من أين الأموال؟ الغزوات غنانة الجواب على هذا السؤال الجواب على هذا السؤال كلفني ست سنوات من البحث وثلاثة آلاف صفحة في رسالة جامعية للإيجابة من أين كان ينفق النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هي التروته؟ لكن قبل أن نبدأ تعالوا نستعرض بعض الأنبياء السابقين ثم نصل إلى هذه الفكرة أثقياء أثرياء أولاً حتى ما تتفاجأوا يتفاجأ السادة المشاهدين يلي إلو الاطلاع على معاجم اللغة الإنجليزية لو وضعوا كلمة فقير كلمة فقير في معاجم اللغة الإنجليزية الشهيرة لونجمان ويمستر كامبريج أوفسفورد ديكشنري سيجدون أن هناك معنى لكلمة فقير ستفاجأون به شو توقع كلمة فقير؟ شو لازم يترجمون كلمة فقير بالمعنى العربي هلأ زائد واحد فقير شو يعني؟ لازم يكتب لا مال له الإسلامة طيب المفروض يكتبوا هون لا مال له ما معنى كلمة فقير في معاجم اللغة الإنجليزية؟ فقير المسلم المسلم المتسور المسلم 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 في المعجم الثاني المسلم الدرويش المسلم الدرويش هو الإنسان الفقير في معجم كامبريج إما الهندوسي أو المسلم إسلامي جماعة المسلمين كلمة فقراء هم جماعة المسلمين جماعة الدين الإسلامي بأكسفورد ديكشنري كمان المسلم المتدين هذا التصور الغربي عننا هاي استقافة من يجي حقائقهم هاي ما لشي نحن حتى نكون واقعين هذا برنامجنا واقعي هذه العبارات تجدها كثيراً في كتبنا نحن في كتب تراثنا نحن نعزز بعض الكتاب بعض الطوائف ما لحن نذكر اسمها طوائف تعزز فكرة أن الوصول إلى الله إنما يكون من خلال الفقر ويأتون بالأحاديث الطعيفة إذا رأيت الفقر مقبلاً فقل مرحباً بالشعار الصالحين بذلك الإعلام اليوم عندما يصور رجال الدين عبر الأفلام والمسلسلات دائماً رجل الدين هو الإنسان الفقير المهمة الرد في السياب ولا يظهر إليه أحد غير مخترث به يظن على أنه هو هذا الرجل الدين فنقلوا هذه الصورة إنما جابوا اختراعات هذه معاجب جديدة محاجب قديمة وشافوا واقع المسلمين اليوم هذا اللي نوسط الآن اللي نسعال له لهذا بس نحن بدنا نرجع لتأصيل الفكرة أنه هل هناك ارتباط بين التقوى والفقر لا لا ارتباط هذا اللي يهمنا شيء هل المسلم مدعو إلى أن يكون مزكي أو مزكة عليه أن يكون مزكي إذن إذن لحن نشوف أنه في قواعد في موسوعة الفقه العام أن الإنسان الذي يقعد عن العمل يعني لا يسعى للتكسب هو آثم الذي لا يسعى في طلب المال هو آثم هو قادر عليه كما ذخل سيدنا عمر قال إذا فعمل فإن السماء لا تمطروا ذاما ولا فضة إذن لما نشوف اليوم عالم إسلامي فيه بطالة إذن هذا تقصير شرعي لما مو تقصير هذا إسلام مقصر شرعا يعني لا يكفي أن نقول لفلان أنت تسبيحك قليل ذكرك قليل صلاتك غير منتظمة يجب أن نضيف إلى عندما نجد شاب عطل على العمل أنت تدخل في دائرة الإثم لأن عدم العمل وعدم التكسب أنت تتعمد أن تكون من المزكى عليك وأنت لا تحقق هذا الفرض الكبير من أكان الإسلام أن تكون مزكيا طيب عنا ركن ثاني لا يتحقق إذا ما في مال ما هو ركن ثاني كبير ركن ركن الحج اليوم أزاني لا أملك والله أنا الله يعني سامحني لا أكلف طيب لماذا لا تسعى لأن تكلف إذا أنت تستطيع أنت تحاول أن تستطيع أما سهل أقول والله أنا ما استطعت ما استطعت ما استطعت طيب لماذا لا تحاول لماذا لا تحاول النبي عليه الصلاة والسلام قال له كل بيمين قال لا أستطيع قال لا استطعت لما كرر له ثلاث مرات لأنه عمل لك حاول أنا ما أطلب منك المستحيل بس يا أخي مديدك حاول أن تجرب أن تستخدم اليمين من مانع أن تحاول فاليوم أنت حاول هل سعيت في أبواب الرزق؟ هل سعيت طرقت كل الأبواب؟ اليوم يعتقد الإنسان أنه خلص أنا فقير سأبقى فقير طيب عشرات ملايين الشباب الذين خرجوا من أرض فقيرة إلى أرض غنية فأصبحوا أثرياء صح؟ ألم تكون أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ أثنين مثل هذه الدورات أو مثل هذه اللقاءات ماذا لديك من مواهب حتى تقول أني فقير أو أنا غني؟ هل استثمرت في نفسك؟ ألم يعطيك الله عينين وأذنين وقوة وجلد؟ لماذا لم تستثمرها؟ لماذا لم تعمل؟ لأنه عنده قناعة أنه خلص أنا إذا فقير فإن الله للأسف بعضهم قدر الله علي هذا الفقر وهذا الرزق من الله فأنا لن أقدم ولا مؤخر شيء ألم تحاول؟ مجرد المحاولة ما حاول دائما يعزوها للقدر يعزوها للحظ يعزوها للظروف يعزوها طيب أنت وجدت في بيئة فقيرة الله عمل لك أخرج هاجر ابحث عن مكان عامل الآن ما يمنعك وأنت في بيتك أن تطور مهاراتك ما يمنعك في ناس يخرج من السجن وقد حفز القرآن وقد صاحب لياقة عالية جدا هو في مكان محصول وعندهم مؤلفات عشرات علماء اللي سجنوا ودخلت إليهم وخرجوا من السجن هم يحفظون القرآن أو عندهم مؤلفات أو كتبوا أسانيل أو كتبوا أشياء كثيرة على مستوى الرياضة لكن نحاول أن نفعل شيئا لذلك نحن استعرض نحن سيرة بعض الأنبياء بعض التابعين سنجد كلهم كم كانوا يعملون وكم كانوا أثرياء في حياتهم على سبيل المثال طبعا الأنبياء جميعا عليهم صلوات الله يتكسبون الله سبحانه وتعالى قال وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق شو عم يمشوا في الأسواق يعملون ونحن نشوف الآن لما نحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام أحد الاستغرابات الكبيرة التي كانت في قريش أنه يا محمد كما كانوا يقولون يعني لماذا تريد هذا الأمر إذا كان الأمر أمر مال أمر جاه أمر سلطة نعطيك فقال له لماذا تقولون ذلك أنت يعني ليش هم تستغربوا قالوا لأننا نراك تقوم في الأسواق كما نقوم وتتلمس المعيشة كما نتلمس أنت تاجر والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى أمة تجارية لأنه كان تاجرا فهو يفهم عليهم وهو يعاملهم برسل طريقة وكانت يده هي العليا وليست سفلة اليد العليا هي المعطية وليس الآخدة إذن الأنبياء لذلك سنجد أن الأنبياء جميعا من سيدنا نوح عليه السلام من الذي أركب الناس في السفينة سيدنا نوح أم من سيدنا نوح ركبه في سفينته هو ركبه في سفينته صنع السفينة وجعل فيها من البقر اثنين من معز اثنين كله جمعه وركب الناس وأنشأ عالما آخر من ماله ما أخذ من مال الناس سيدنا إبراهيم ما اسمه أبو الضيفان فجاء بعجلين حنيز فراغى إلى أهلي فجاء بعجلين سمين هو الذي يقدم هذا إشارة إلى ماذا أنك إذا أصبحت مع الله عز وجل مؤمناً طائعاً أصبحت يدك هي العليا أنت الذي تعطي وانت تأخذ قلت لكم وحكاها بعض الأخوة لماذا لا يأتي اليوم الذي يكون فيه منظمة الإغاث العالمية للناس في الكوارث هي منظمة إسلامية هي التي تقدم المساعدات حتى يشعر المسلم أينما ذهب يقول أنتم أصحاب فضل علينا أنتم عند النجدة وعند الغوص أنتم أصحاب الغوص والنجدة جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره عن قوم دخلوا في الإسلام حديثاً وأصابتهم فاقة وقال أخشى يا رسول الله إن قصرنا عليهم أن يرتدوا فسارع النبي عليه الصلاة والسلام إلى نجدتهم بالمال والطعام والشراب وعشرات المواقف التي يكون فيها المسلم هو المبادر هو الذي يعطي هو الذي يقدم سيدنا موسى عليه السلام أخرج لنا من فومها وعدسيها وبصرها وقدائها ثم المن والسلوى يطعمهم الطعام سيدنا عيسى عليه السلام أنزل علينا مائدة من السلام لاحظوا الآن التراتبية كل الأنبياء يقدمون طب هل يأخذون شيء من أقوامهم على الإطلاق ثلاثة عشر آية في القرآن الكريم قل لا أسألكم عليه أجر إن أجري إلا على الله أنا ما بأخذ أجر منها أنا بأخذ أجر من الله عز وجل طب أنت من وين عم يجيك الله عز وجل يرسل له رزقهم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين وهو يطعمني ويسقين كلما دخل عليها ذكرية المحراب وجد عندها رزقا الله هيئ أموالا لأنبيائي فلم يكونوا عالة على الأقوام الآخرين وسنأتي إلى تفصيل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام الآن الصحابة الكرام فقط على سبيل المثال ستة من المبشرين كانت من الأثرياء جدا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في دراسة الآن صدرت في المدينة أوقافه علي من أبي طالب كرم الله وجهه له أكثر من ربع المدينة وأوله مدينة ينبع بالكامل دراسة صدرت في الرياض قريبا سيدنا عثمان مشهور لكننا تحدث عن بقية الصحابة غير معروفين طلح الفياض الذي كان يسميه النبي عليه الصلاة والسلام طلح الفياض لكثرة ما يعطي وخاصة أقاربه كان يدقن فن الاستثمار في المال فهؤلاء كانوا يقدمون من أموالهم عبد الرحمن بن عوف عشرات الصحابة والصحابة كلهم يقولون كنا نأكل أوراق الشجر وما من اليوم أحد إلا وأمير على مصر من الأمصار ولذلك النبي عندما جمعهم قال لهم ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي أنا ما جيت بس فقط أعطيتكم الهداية أنتوا ما أصحبت أصحاب سرواء ما أصحبت أصحاب مكاني ما أصبحت بعزي وفخار لأن اليد العليا المعطية تستطيع أن تأمر وتنهى أما اليد السفلة لا تستطيع أن تتكلم لذلك من حسن الطالع ومن قدر الله عز وجل في هذا البرنامج المبارك أن نبتدأنا بدورة صناعة المليون لأن العالم الإسلامي أحوج ما يكون اليوم لأن نكون أثرياء إذا كان في ثراء أنت تستطيع أن تنفذ ما في عقلك وأن تسعى في خدمة دين الله بالطريقة الصحيحة والجيدة جدا إذن عشرات أبو بكر عثمان طلحة الزبير الحسن مصعب مالك بن أنس مالك بن أنس مات عن مئة عمامة فضلا عن سواها وخلف خمسمائة زوجا من النعال وترك ألفي دينار وستمائة دينار وهكذا وعشرات من التابعين إمام أبو حنيفة وعشرات الذين كانوا يثرون الآن في عنا كذبة كبيرة جدا يعيشها شبابنا اليوم قضية التفرغ للدراسة أنه أنا والله أنا لحا تصير طبيب لازم يتفرغ للطب يتفرغ للهندسة لحا تصير مهندس طيب هاي القضية التفرغ للدراسة هي كذبة كبيرة علماؤنا وأسلافنا لم يكونوا كذلك الآن تابعوا أسماء العلماءنا الجصاص الإمام الجصاص المفسر والفقيد كان يعمل بالجص الجبس نسميه الجبس وسيد ذلك سمي الجصاص الإمام الخصاص كارز النعال فليخصي نعله الإمام القفال صانع الأقفال البقالي بائع البقول النعالي صانع النعال وبائعها الحلواني وهذه العائلة حتى الآن موصولة إلى يوم من اليوم وجوده العطار الصيرفي الصباغ النجار العشي من يعيد العشاء والطعام القباني صاحب القبان الطيان الكيال الحبال القطان لها العائلات كبيرة لازالت في هذه الأسماء أصلها إنسان عالم مشهور اشتهر به بهذا الاسم واشتهر بعلمه وتقوى ونظرة لصنعته ومهنته لقب بهذا اللقب الصواف الزيات الكوى الليموني النحاس النفاخ وهكذا القباقيبي الحكيم الخياط هذه الأسماء تعلمك أن أسلافنا لم يكونوا عالة على الناس كانوا يعملون يكدون وما في شيء اسمه تفرغ للدراسي يعني يوم الشباب للأسف يصير لعمر مثلما أن خدعة المراهقة عمره 21 ولا يزال يسمى عالميا مراهق ولساعته يأخذ مصروفه من من أبو ومن أهداولا من أمه للأسف بعض منهم من الوالدة بعض منهم يعني يستسهل الاستقراض يستسهل الاستدانة يستسهل ذهاب مأوجه وهو صار شب 21 سنة وأنا لساعتني طفل لم يتعود منذ الصغر أن يعمل يرافق العمل في الدراسة الآن اذهبوا إلى الأوروبا الطالب يعمل لكن في الصباح وهو يذهب إلى دراسة الطب في الطريق يركب دراجة يوزع الجرائل أنا درست في بريطانيا لمدة سنتين أحد الأعمال كنت يساوي الصبح مسح الواجهات على المحلات على كل مرة باوندين لمدة أسبوع عندي أربع خمس ملات ثم أذهب إلى العمل كيف تحصل المام دكتور في آباء ما يرتبوا لأولادهم يشتغلوا يعني هذه المشكلة ما الحل مشكلة ما الحل رسالة للآباء أيضا حل أنت نصمحت كبير بسوء عن نفسك الحل يشتغلوا يشتغلوا معي يشتغلوا معي أيضا من وجه رسالة الآباء أنتوا ساعدوا ساعدوا أبنائكم بس نحن بدنا هو نفسه هو نفسه يبدأ اليوم من المانع لما بيجي يقولوا والله أنا بابا اليوم في الإجازة أنا حصلت على مبلغ استعملت اشتغلت طبعا في نقطة ثانية مثل ما في آباء بتمنع أبنائها في آباء بتحف أبنائها على العمل نعم نحن نذكر الأبيض والأسود بنفس الوقت نعم نعم جميز أنا أوفر على أبوه المصروف نعم أنا أوفر على أبوه المصروف اللي بتأخيله ترسنيها أصرفه في البيت طيب من الشباب هون من يعطينا أول مبلغ حصل عليه كان عمرو إديش حصل عليه من جهده من عمله مادة حكينا وقف على الوقت بالله أول مبلغ كنت حصلت عليه كان عمرو حوالي 17 سنة جميل كنت في بباية باكالوريا نعم بالباكالوريا ثانوية العامة ثانوية العامة بعدها كان في عنا معسكر بسوريا معسكر صائقة تعبعي شوية في الثورة كان صائقة نعم نعم أبل ما نروح معسكر صائقة لمدة شهر عملت في محل بايع ليس شركة باعت البيتساس ما شركت لارا أخذت عليها كان أول الفين ليراب سوريا أخذهم بحياة جميل جميل تجربة بدين العمر العمر مدى بدأت بأول قمت أول مبلغ 14 سنة 14 مشروع برمجي صغير أخذ 50 دولار جميل كان مبلغ بالنسبة لي تمام تمام أخونا أول مبلغ كان تقريبا عمري 14 سنة نعم أعطين أيام الله أعطوان شهور تقريبا هو مبلغ بسيط كان زين مكافأة 500 ريال بس كان مع جميلتها كشافة خدمة جاج الرحمن في تحرم الملكة الشريفة جميل جميل أخونا أول مبلغ 45 ريال كنت بيع الصباح آه راضح لا موضوع البيع موضوع البيع لحظة اليوم كبار التجار اليوم أنا أعمل في مجال التجارة بعدة مجالات ويطلب بني موظفين ليعمل في تجارة أحد أهم الشروط يطلب بني أنا أريد بائع كان يبيع في نفسه في الشارع جب لي بياء كان يبيع لأنه هاد صاحب محل متنقل عديش عنده لازم يكون عنده خبرة في فن أقناع لزبون ومعرفة أنواع الناس واصلا للبيعين أكثر الناس معرفة أم الناس يعني أنت إذا عندك هاي بس من قوسين عندك عريس جاي لبنتك لأختك بتحك حاببك تختبره تختبر طباعه جيد معه وكواحد بياء لأن هادون بيعرفوا هذا الشخص جدي غير جدي هذا يكذب هذا يلب هذا يدور هذا لا يحب واحدة من الاختبارات في اللي بتعاملوا في موضوع البيع والشراء عنده الصغر هادون عنده خطة عنده مغامرة عنده أقبال على الناس سمعنا بله كان عمري لا شو دي سمعنا آآ عفوان كان عمري 12 عشر سنة مع أول ما بلغ خطة 16 ريال كنت أبيع جح شو تبيع جح بطيخ 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 الحب حبار بطيخ مع ويخ خالي إي كان إذا رأح أجلس بمكانه وإذا جاء خلاص أجلس معه بعد سون جميل جميل خطأتونا خطأتونا لما قول عمري كم؟ الله ساعد في الغطلة في الصف الثامن 18 سنة جبدي الله يرحمون كان عنده مخيطة معروفة في مدينة الزرقاء نعم كنت أشتغل معه مع أخوالي كان يعطوني في الأسلوة 30 ديناري طب شو ساويت بهذه المهارة مهارة الخياطة شو ساويت طورتها مميتها كنت أناسق الأمور بين المحلات اللي علاقات عامة علاقات عامة ومتعلم عليها كنت رحبا لش لكن يعني دخلت المدرسة جميل جميل أخذ أخذ أخونا أخونا كنت من 14 سنة واعف واعف الله إلى 18 كنت أشتغل في زراعة في الزراعة في زراعة أنت في مدرسك تحفره تزرعه لا ما واحد هو كان مدير وأنا كنت أساعده كله أعمال لأم لميت هذه المهارة لأنتعرف لأنتعرف الزراعة عرف مماشروعي يعني نسلمك هذا المكان كل ياته هذا جاهز للزراعة مخصطية جاهز هذا هذا غيره جاهز أهلا وسهلا طيب خلينا في الرمع ساعة المتبقية نحكي شوي عن سيد الخلق كيف كان يتعامل مع أمواله النبي عليه الصلاة والسلام في هذا البحث الذي ذكرت لكم بدأنا نجمع أمواله عليه الصلاة والسلام من أين يكسبها فوجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يوما يعيش عالة على أحد يعني التصور العام أن النبي عليه الصلاة والسلام عاش فكان يتيما ثم كفله جده أبو عبد المطلب ثم عمه الطالب ثم تزوج بالسيدة خديدة ثم خرج إلى المدينة فأعانه وبكر ثم مات وذرعه مرهونة عند يهودي الآن لما بتسمع هذه الحادثة تشعر وكأن النبي عليه الصلاة والسلام فقط كان يعيش عالة على كل هؤلاء الواقع خلال ذلك لذلك أنا لن أسرد كل شيء أنا سأسرد فقط قضيتين من قضايا حياة النبي عليه الصلاة والسلام كما في سورة الأحزاب وفي ملمح من الملامح الرائعة التي ذكرها الإمام البخاري في القرآن نجد وصف لبيت النبي عليه الصلاة والسلام وهو خلاف ما نعتقد في أذهانه التصور العام في أذهاننا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت عاش حياة الفقر عياة البؤس بعضهم يقولوا حياة العدم لكن الله عز وجل وهو أصدق القائلين قال ووجدك عائلا فأفقر لا فأفقر ما في من أحجي فأفقر من وين الناس يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام فقير والله يقول فأغنب الله يقول فأغنب لكن للأسف البعض يتصور أن النبي عليه الصلاة والسلام فقير بدليل بل لك والله مات النبي ودعوه مرهونة عند يرون الآن سنفصل بعض المسائل لكن تعالوا الآن إلى القرآن الكريم نبدأ بالقرآن الكريم وجدك عائلة فأغنى إذن حسم وليس بعد كلام الله كلامه وجدك عائلة فأغنى إذن تم أغناء النبي عليه الصلاة والسلام طيب الآن القرآن يذكر لنا علاقة النبي عليه الصلاة والسلام المالية مع الصحابة التصور العام أن النبي كان يذهب فيأكل عند الأصحاب بعض الأحاديث الضعيفة تذكر أن النبي عندما كان يخطب يقول لهم قلوا لها إلى معي جفنة السعد تدور معي حيث ما درت والحديث عند التحقيق لا يصح كيف النبي عليه الصلاة والسلام يتزوج وطعامه وطعام زوجتي على الآخرين تعالوا إلى القرآن كيف نصور لنا إقبال الناس إلى رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام لا ليتعلم هنا في هذا الملمع ليطعم الآية 53 في سورة الأحزاب الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي أولا النبي ليس عنده بيت عنده بيوت وبيوت النبي ليست ملكا لأحد يعني الآن البيوت التي بجوار الحرم المدني هي ملك للنبي عليه الصلاة والسلام وإلا كيف يسكلوا بها زوجاته ثم بعد وفاته كيف يبيعون هذه الحجرات هي ملكه لما أتى إلى المدينة واشترى المسجد النبو إذن القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام الله أكبر التصور أن النبي يذهب ويأكل الطعام عند الناس القرآن يقول أنتم تدخلون إلى بيوت وليس إلى بيت بعض الناس يحسر هذه المسألة في بيت واحد الآن القرآن يتحدث عن بيوت النبي عليه الصلاة والسلام لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام الآن انظروا إلى هذه الكلمة الرائعة غير ناظرين إنا أي انتظروا نطجة طعام كي تدخلوا يعني تخيلوا هذا المشهد فياس مع الفارق متى تجد الناس يزدحمون على أبواب المطاعم لما بيكون في طعام شهي وطعام كذا لكن يقفون في الدور لأنه لا يمكن تقديم مثلا ألف وجبة في وقت واحد لازم يكون في وقت ينتظر فالقرآن الآن ينظم الدور يقول سيدنا أنس كان يزواء ثلاثمائة يلي كان يصطفوا على بيوت النبي عليه الصلاة والسلام كيف يدخلون إلى حجرات النبي عليه الصلاة والسلام لنفرب عنده قدرين أو ثلاثة أو أربعة قالوا للنبي ليش تنزي الآية القرآنية تتلقى اليوم القيامة في تنظيم الدور أولا ليعلم الناس إلى قيام الساعة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن عالة على أحد ليعلم الناس إلى قيام الساعة أنه مجرد أن تقول لا إله إلا الله وتصبح مستما تصبح عزيزا منفقا لا آخذا لا سائلا لا متسولا الشيء الأهم الله يرينا عبر الزمن أن النبي أتى إلى هؤلاء القموكة وعدهم بالغنى وأنه يقدم لهم الغنى والمنصب والمال والطعام فيجتمعون على بيت النبي الآن النبي لا يستطيع أن يقول لواحد انتظم بالدور ارجع غدا فالقرآن يبين ذلك فيقول الله عز وجل فإذا طعمتم فانتشروا حتى يدخل قوم آخرين فإذا طعمتم فانتشروا الآن ولا مستأنسين لحديث أنت داخل الآن بيت النبي تأكل أيها المسلمون أطعموا الناس أنت داخل تأكل الآن وتأكل تأكل درس لذلك لاحظوا ظن قرنين قدم لهم المشورة في كيفية صناعة سد وأنقذهم من الذين يظلمهم ثم قال لهم هذا رحمة رب أطعم الناس ثم ادعوهم إلى الإيمان وإلى التقوى لكن ابدأ بإطعام الناس بإسعاد الناس أنتوا الآن إن شاء الله تخرجون في الآفاق ابدأوا بصناعة مشاريع ثم قولوا للناس تنظرون إلى هذه المشاريع الخيرة هاي كلها لولا رحمة الله ولولا عطاء الله ولولا أني مسلم ما قدمتها فيدخلون في دين الله أفواجه ابدأ بتقديم الناس اصنع للناس النبي عليه الصلاة والسلام عندما عرض الإسلام على قومه وجمعهم وأخبرهم عن الإسلام اضطر أن يدعوهم إلى الطعام ثلاث مرات صنع لهم الطعام ودعاهم فلما انتهوا من الطعام لم يجد الوقت مناسبا ليكلمهم ثلاث مرات في المرة الثالثة قام بهم خطيبا ودعاهم إلى الإسلام بعد أن أطعمهم حتى أراهم أنني لم آتي لأأخذ أموالكم أنا أتيت لأعطيكم أموالي وأنا أعينكم على كسب الأموال فالقرآن يقول لك فإذا طعمتم مرتشر ولا مستهيسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحيي منكم النبي من كرمه لا يستطيع أن يرد سائلا على الإطلاق ما رد سائلا فلا يستطيع أن يقول لواحد انظر تعال غدا أنزل الله قرآنا يحمي النبي عليه الصلاة والسلام من الحرج فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق الآن بيت النبي فقط مطعم القرآن يزيد على ذلك بيت النبي مليء بكل شيء وإذا سألتموهن متاعا من نسأل أمي وأمك أمهاتنا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وأزواجه أمهاتكم فاسألهن من وراء حجاب بالأدب الشرعي المطلوب لكن أنت تسأل وإذا سألتموهن متاعا فاسألهن نسأل متاعا من بيت لا يملك فيه متاع القرآن يقول لك اسألها دليل على أن وجود المتاع والأشياء موجودة هذا دليل فقط على الفرق بين بيت النبي في أذهاننا وبيت النبي في القرآن حادثة أخرى نختم بها ما أورده الإمام البخاري في كتاب المزارعة تحت باب باب نفقة نساء النبي عليه الصلاة والسلام العجيب في حياته وبعد وفاته كيف ينفق النبي على نسائه في حياته وبعد وفاته النبي تزوج عدة زجاج منه من قال أربعة عشر ومنه ستة عشر ومنه من جعلها أكثر من ذلك تبقى للسراري والإماء وبين من عقد عليها ومن لم يعقد عليها المهم من أين كان ينفق عليها إلى النسوة كان ينفق عليها من جيدها الخاص لم يكن يأخذ من مال الدولة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما أخبر القرآن ما كان لنبي أي غل الغلول وصرق من المال العام فما من تدت يد النبي إلى مال بيت المسلمين كان ينفق من خمسه من الأنفال من الفيء من الغناء من تكسبه من الدجارة التي استمر بها من ميراته من والديه من ميراته من سيدة خليجة ومن صفيه ومن المصادر التي لم يستخدمها كانت النبي عليه الصلاة والسلام عشرة مصادر الدخل الآن البخاري يقول لنا يروي لنا كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام ينفق على نسائه وستستغربون حجم هذه النفقة يقول الإمام البخاري عامل النبي عليه الصلاة والسلام خيبر بشطر ما يخرج منها يعني كانت خيبر قد غنمها من نبي عليه الصلاة والسلام فيئا وفيئا أي أخذها بدون حرب إما أن تأخذ بحرب فتكون غنيمة إلا النبي له الخمس أو أن تكون فيئا فالنبي له كامل هذه الأرض فكانت خيبر مما كسبه النبي عليه الصلاة والسلام فله أخذ الشطر النصر هذا الشطر كان يزرعه النبي عليه الصلاة والسلام ويخرجه من الثمار مما يخرج منه التمر والشعير ماذا يصنع النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأرض فكان يقول سيدنا عمر فكان يعطي أزواجه ماء توسق وهنا الشاهد ماء توسق الوسق مئة وستة وخمسين كيلو جرام لأن الوسق هو عبارة عن عن صاق عن ستين صاق والصاق هو عبارة عن أربعة أمداد هذا المد كل أربعة أمداد يشكلون صاق كل ستين صاق يشكل وصاق والصاق هو حمل الجمل حمل البعيد فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي أزواجه ماء توسق ثمانون وثقا من شعير وعشرون وثقا من تمر الآن بالحساب الوسق عرفه مجمع الفكر الإسلامي أنه ما يعادل 156 كيلو جرام لأن القيم معروفة عندنا المد والصاق من أجل الزكاة 156 الآن مئة وصاق 156 ضرب مئة أديش 156 ضرب مئة أديش 15600 كيلو يعني 15 طن وستمئة كيلو جرام نفقة النبي على نسائه في العام فقط من إيش فقط من الشعير والثامر هل كانوا يأكلون فقط الشعير والثامر فيه لحم وفيه رز وفيه أجواع تاني أو فيه الطعام التاني الموجود الآن ما لدينا من الصحيح هو 15 طن وستمئة ما الغاية وهكذا استمر بعد وفاته يقول سيدنا عمر فقسم عمر خيبر فخير أزواج النبي أي بعد وفاته أن يقطع لهن من الماء والأرض أو ينضي لهن الأوساط يعني بعد وفاة النبي هذه الأراضي بقيت ملكها للنبي عليه الصلاة والسلام الثمر ولا يباع الأصل الذي قال على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقتصم ورثتي دينارا ما تركت أي الذي تركت بعد نفقة نسائي هاي النفقة الموجودة ومهنة عاملي والعمال الذين يستثمرون في هذا المشروع الاستثماري فهو صدق إذن تعطون أزواجي بعد وفاتي لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطط هو سيموت هؤلاء هؤلاء النسوة لن يستطيعوا الزواج بعده يعني نساء النبي يمنع أن يتزوج ويمنع أن تأخذ من مال الصدقة إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة فكان يخطط النبي عليه الصلاة والسلام تخطيطا اقتصاديا يضمن كرامة المرأة التي تزوجها إلى آخر الدام فقسم لها هذا المال فاستطاعت أن تعيش كل نساء النبي عيشة كريمة ولم تنتديدهم لا لصدقة ولا لبيت مال المسلمين الغاية من هذا كله وهذا البحث منشور وموجود وتم فضل الله عز وجل الحصول على درجة امتياز وهو موجود على الانترنت بشكل واسع الفكرة أيها الإخوة الفكرة أيها الإخوة ونحن نختم ونحن نختم هذه الدورة نحن نريد أن نكون ليس فقط أمة المليارين المسلمين نريد لكل واحد من هؤلاء المليارين أن نصلح مليونيرا نريد أن نكون سادة الدنيا ربما أنتم النواة التي تنطلق من هذه الشعلة استثمروا في أنفسكم في حياتكم أنقلوا هذه المشاريع للآخرين عيشوا حياة الثراء كما قلنا يجب أن يكون عندك نهم الثراء لأنك ستقول يا رب أريد أن أكون أثرى رجلاً في الأرض كي أحقق فرض الزكاة أنا أريد أن أقدم أعلى نسبة من الزكاة التي قدمت في العالم حق هذا هدف يعني بعض الناس والله أنا أريد أن أحقق ألفين ركعة في اليوم خمسة ألاف ركعة في الشهر أقرأ ملايين الختم طيب ليكن هذا مشروع وليكن أنت مشروعك أنا سأقدم أعلى نسبة زكاة لم تدفع عبر الزمن وتتصابق بها مع الجميع حتى مع صحابة رسول الله أنا قدمت كل ما أملك أنا قدمت عشرات المرات أخرج زكاتي مرتين في العالم الذي نحتاجه اليوم أن نحتاج إلى عزي إلى كرامي هذا لا يكون إلا بالمال أذا نريد برامج دينية نريد نشرا للدعوة لا يكون إلا بالمال نريد قرار من أذاننا يجب أن يكون بالمال إذا أردتم أن تحنوا حياة سعيدة فاعمدوا إلى ما بنى عليه الإسلام أركانه فقد بنى ركنان على المال الزكاة والحج فجعلوا من المال هدفا واحرصوا على أن ليس كل مليون مليون نريد المال الحلال المليون الحلال لهذا اجتمعنا هنا أسأل الله العلي العظيم أن نكون قد استمتعنا في هذه الدورة ألقاكم يوم السبت لإذن الله عز وجل وقد ازبعديتم وقد أريتم العالم هذا الحب هذا التفاؤل هذه السعادة في هذا الانتاج ونرفع أيدينا بالدعاء لمن قاموا على هذا البرنامج والسعينا لي والناشريني وكل كادر العمل نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا السارة النبوية المالية الموجودة أهلا وسهلا اهلا وسهلا السيرة النبوية المالية عالنت موجود موجود اطلع سيدي وعطيه ريئك اهلا وسهلا ومرحب اهلا وسهلا ومرحب اهلا برا برا